الشيخ عدنان العشيرة أيضاً مرت بمراحل نعم يعني هي جزء من منظومة المجتمع أو هي المجتمع بذاته تلاحظ أنه قبل يقول لك قال الشيخ بسيطر على ربعة، بسيطر على جماعته كانك واحترام الآن يبدو لي أو يبدو لك هل أنه سطوة أو قدرة الشيخ العشيرة على ربعة وعلى أفخاذة بدأت تقل الولد لازم الويتساب ويفتر ويشوف بالإنستجرام والعالم ما أخذ رايح شكل يقول لك يا با يا شيخ يا عشيرة تعال شوف الدينة وين صايرة ضعفت هذه المنظومة أو العلاقة بين ابناء العشيرة الواحدة وقدرة الشيخ على السيطرة أستاذ نجم هذا الموضوع إذا تطيني مساحة تتكلم به نعم العشيرة قدت مراحل العشيرة ما قبل الدولة والعشيرة أثناء العهد الملكي والعشيرة في العهود الجمهورية والعشيرة ما بعد السقوط نظام صدام حسين كل مرحلة إلها ظروفها وإلها وضحها وإلها سماتها قبل الدولة الملكية يعني بأيام الدولة العثمانية كانت القبائل غير مستقرة وكان حروب بين القبائل وهجوم ومعارك عنيفة فكانت القبائل كلها متوحدة لأن هناك دائما خطر عسكري يهددها فلذلك تشوف الشيخ مسيطر والعشيرة متماسكة لظروف الموضوعية اللي كان في ذلك الوقت بعد النظام الملكي لا النظام الملكي وطن العشائر ووزع عليهم الأراضي وأصبحت كل عشيرة عند هديرة وعشيرة وبدأ الاقتصاد ينتعيش وبدأ الزراعة تنتعيش وبدأ الشيخ يقوى ويصير عنده حاصل كبير وبدأ يسيطر على عشيرة مرحلة تقطع دي شيخ وصل على اليات واسعة الدولة أكو يملك لا بسمح لي أنا ما داعتش على لا بسمح لي أنا داعتش عن سمة سمة مو عن حالة معينة عن سمة الوضع العام الوضع العام بكل صفاته يعني فإذن كان أكو نوع من الاستقرار والقوة العشائرية لدى الشيخ بحيث باسط نفوذة على عشيرة وعشيرة كلهم ماشين بالطريقة اللي هو يعيشها وهو يريدها بعد سقوط النظام الملكي هنا العشيرة اجت لها مرحلة جديدة وهي التسقيط التسقيط الفكري والتسقيط السياسي والتسقيط الإعلامي بحيث أصبحت العشيرة يعني رجعية العشيرة يعني تخلف العشيرة يعني قطاع العشيرة يعني ظلم العشيرة يعني استغلال العشيرة يعني استعباد هاي منظور المرحلة ما بعد 58 إلى فترة طويلة بعد 58 ولهذا هتفوا علينا هتافات قوية جدا لا عشائرية بعد اليوم الروح العشائرية روح مقيتة الشغلة والإعلام كل على هذا الموضوع في سبيل يفتتون هاي الروح العشائرية بالمجتمع الغراقي ويدمروها حتى وصلت مرحلة إذا تتذكر مثلا مدينة الصدر اللي كان يسموها الثورة اللي كانت ناحية تابعة إلى قضاء الأعظمية أول ما أجوا البعثين سنة 1968 خلوا عليها مدير ناحية بالبداية وبعدين صار قام مقام اسمه مسلم الجبوري مسلم الجبوري هدفه من المجيء إلى مدينة الثورة تفتيت الروح العشائرية بالمدينة وتدميرها هذا الهدف ما لديه غير هدف يعني هدفه كل هذا استعجل لي شغل الوقت قليل طاحنة على العشائرية آسف جدا بعد السقوط بعد تسعين الدولة احتاجتهم قربتهم وسوتهم أليف وباء وجيم وبدت تدعمهم قوتهم من جديد ولكن ليس بالعقلية القديمة وإنما بتفكير جديد بعد 2003 الأحزاب كل حزب همش لصفحة من العشائر وبدأ يستخدمهم وبالتالي العشائرية بالعراق غير مستقرة ومتفككة والشيخ القبيلة ضعف والمستشيخين قوة اشتركوا في القناة